زورت الكويت في نفس الزيارة التقيت بحسين كامل كان هناك ودار حديث يعني أشار فيه إلى بعض الإشارات الخطيرة جدا هو الحقيقة بعد أن كملنا زيارة مساء رجعنا رجعنا إلى مقر الحرس مقر الحرس كان على الحدود العراقية الكويتية مطقر الصفوان فقائد الحرس سواء عشت دانت عشي مادر إيش هذي وديو جيسنا دا قولي إحنا رح أدفع قطاعات مكانكم راويني بطلبت قطاعاتكم جد كم مرتوحة حتى أدفع مكانها قطاعات من الجيش في هذا الأثناء جو حسين كامل عرخري طحن دايقشرونه هذي قل لي سيادة الفريق قل لي نعم كان صابر وكان عبدالوهاب القصاب الآن أعتقد في أمريكا من المركز الدراسات هناك وكان لواء في البحرية العراقية كان أنا ذاك ممكن عم يدركون أو عقيد يدركون أنا ذاك نعم وكان صابر مدير الإستقبارات أيضا موجود يمي فجحسن كامل على الخريطة قال لي سيادة الفريق قل لي شنو رأيك إذا نندفع أي منها من الكويت على الخبج وعلى الأبوار الشرقية السعودية ونحتلها أندرت قلت لي شنو قلت لي خلينا نطلع من هذه الوحلة الوحل يعني الورطة الوحلة الأرض عندما أصير نعم الوحل خلينا نطلع من هذه الوحلة أولا شنو هل حكي هذا هو ضحك قال أنا ده ما أقصده أقصد يعني أنت رأيك شنو إذا هذه أي صابر الدوري رأسا همس بدني قال لي سيدي والله يقصدها يعني كان يريد توريد العراق في أكثر من احتلال الكويت الان إلى السعودية ويحتل أبار النفط السعودية هذا دليل على أنه هو أحد الناس اللي أوحوا إلى صدام حسين باحتلال الكويت